هل يمكن أن يحرك هذا المشهد المياه الراكدة؟ ليعل أوروبي معنى أن بالفعل هناك دور حقيقي تقوم به عذاب من الدول وعلى رأسها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية والفاتورة باهضة يعني حتى عدد أجهزة الأمن ونوعيتها وجروح في أفرادها إلى غير ذلك وإصابات هذه أمور ليست بالهينة على أي دولة فاتورة باهضة جدا أعتقد سبقا قلت في هذا البلاتو على أننا مقبلون على تغيرات كبيرة من حيث حكامة الهجرة على السعيد الدولي لعدة أسباب ربما أذكر من بينها اليوم كما جاء في البيان الذي أصدرنا يعني كأعضاء المنتدى الاجتماعي المغاربي والمشرق حيث أننا أشرنا إلى أنه الضحايا لم يكونوا فقط مهاجرين ولكن كانوا كذلك من المدافعين عن الأمن يعني وهؤلاء كذلك لهم حقهم في الحياة كذلك أننا أشرنا ونبهنا إلى أن هذا الموقف موقف الصفراء موقف جيد ولكن على أن القنصليات علي أن تتحمل مسؤولياتها يعني اتجاه هؤلاء الضحايا بمثال بسيط نعرف على أن المهاجر الذي يسمى غير نظامين نحن شخصيا أنا شخصيا نسميه يعني في نزام مع القانون أنه لا يعرف بهويته ولكن لا بد من التعاون ونحن عشنا هذه المسألة هذه في إطار الحملتين للتسوية كنا نتوجه لمساعدة بعض المهاجرين من أجل الإدلاء بوطاقهم الرسمية وكانت بعض القنصليات وبعض الصفارات لا تتفاعل بالشكل المطلوب والجيد أعتقد أن المشكلة اليوم بطريقة التي طرحت سؤالك هذا أنها مشكلة تتعلق أساسا بنقطتين مهمتين أولا أن إفريقيا إذا دخلت إلى موقع الاتحاد الإفريقي أن هناك عديد من الآليات الحكامة لتدبير الهجرة على الصعيد الإفريقي ولكنها غير مفعالة ولم يتم إعادة النظر فيها المغرب بكل صراحة عندما عاد إلى بيتي الإفريقي كما قلنا طرح هذه الأجندة الإفريقية حاول أن يضع فلسفة جديدة في ربط الهجرة بالتنمية على اعتبار أن أجندة 2063 الإفريقية للتنمية يعني الحضور والهجرة فيها باهت اليوم مثلا إفريقيا قررت وهي الآن بصدد إطلاق مشروع يعني لازليكاف يعني المناطق الحرة أطلق في واحد واحد أفريقيا أطلق ولكن في إطار تفعيله يعني لابد أن تتحرك معها ليكون هذا التفعيل جيدا لابد من حركيتين ليد العاملة على الصعيد الإفريقي كذلك على الصعيد الإفريقي الأوروبي مع الأسف هناك عدم تناسخ في السياسات بعض الدول مثلا أقامت مناطق هذه مسألة سيادية أقامت مناطق للحجز وللبحث إلى غير ذلك كما نجد في بعضهم في النجير في مالي هذه المناطق مع الأسف يعني تفوت من هذه الوحدة يعني في الموقف سيادة رغم أنه في أبيجان تم الاتفاق بين الأفريق على ما يسمى بالمواقف الموحدة الإفريقية ومع ذلك لا تحترم إذن تلاحظون على أن المرصد يأتي ليس فقط لإحصاء ولكن المرصد هو آلي من الآليات ولا بد من تفعيل آليات أخرى كما نقول ربا ضرة نافعة وهنا أطرأ أهل كان من الضرنسل إلى هذه الفاجعة ليبدأ هذا التحقيق إذن أعتقد هذا التحقيق الدولي يجب أن يكون دوليا مستقلا ولكن أن يكون للمجتمع المداني الإفريقي والآليات الإفريقية الحقوقية المكان الأساسي فيه حتى لا يتم استعماله وتوظيفه في إطار دعم هذا لا تناسق ما بين الأوروبيين والأفارقة حول الهجرة بحيث أن المغرب أبان من خلال الدراسات على أنه تقريبا من بين خمس أفارقة أربعة يبقون في أوروبا وأبانت الإحصائيات على أنه تقريبا تلت من اللاجئين على الصعيد العالمي وهم في إفريقيا وداخلها إذن هذا الخطاب الأوروبي الغربي عموما من حيث الخطر الداهم للأفارقة للهجرة زيف سياسي تستنزف فيه إفريقيا بالأساس إذن لا بد أعتقد وهذه الخلاصة مهمة لا بد من إعادة النظر في علاقة الهجرة بالتنمية على الصعيد العالمي ولا بد كذلك للدول الغربية التي تحفظت على الميتاق وإن كنا نعتبر أن هذا الميتاق هو سيليسميغ الأدنى من الحقوق للمهاجرين مع ذلك وإن كان غير ملزم تحفظ علي الدول الأوروبية والغربية عموما إذن أعتقد على أنه آن الأوان وأكررها هنا يعني آن الأوان لإعادة النظر في حكامة جديدة تتأسس على الكرامة على الحقوق على المواطنة وعلى احترام السيادة الإفريقية بإطار التعامل لأنه نرى اليوم أن كل قوى العالمية تهتم أكثر بالموارد الإفريقية أكثر من اهتمامها بالأفارقة أنفسهم ولكن لا يمكن أن يحل هذا إلا في إطار إعطاء الكرامة وبالطبيعة وطيعة الحال واختم بادي الفكرة أنه لا يمكن للأفارقة أن يحصلوا على كرامتهم إذا لم تدافع عنها أنظمتهم لا يكفي الاحتجاج كما فعل الاتحاد الإفريقي مثلا في قضية كييف وقلناها لا يكفي الاحتجاج لا بد من مواقف إفريقية نعم واليوم